هجوم إسرائيلي على مبنى بحي المزة بدمشق كان يضم اجتماعا لقيادات مقربة من إيران بعدها أعلن عن استهداف جديد إسرائيلي لمنطقة البازورية جنوبي لبنان استهداف سيارة كان على متنها شخصيتان تنتميان لحزب الله فهل نحن أمام عمليات استهداف بالجملة لقيادات ما يسمى بمحور المقاومة؟ نعم نحن اليوم مقدمون على مشروع الاغتيالات انتقلت استراتيجية الإسرائيلية والأمريكية في آن معا من مرحلة استهداف أيضا الأرتال إلى الشخصيات فعمليا هذه الغارة بالرغم من أنها كانت تستهدف قياديين في اجتماع وفي منطقة تعتبر مربعا أمنيا مهما لميليشيا أو محور إيران بشكل عام أعتقد بأنها في حد ذاتها رسالة مباشرة إلى محور إيران بأنكم اليوم مكشوفون بالنسبة لنا ونستطيع أيضا تنفيذ تلك الضربات بعيدا عن كل تلك التفاهمات التي تجري وبعيدا عن خفض التصعيد الذي يجري من قبلكم لكن بأن بوجودكم في داخل العاصمة السورية دمشق وبإجراءكم اجتماعات تعتبر هي هدف استراتيجي بالنسبة لنا فأننا ماضون في عملية استهداف هؤلاء القادة العسكريون ونهل أتحدث اليوم عن أربعة قتلة من خبراء الحرس الثوري الإيراني إضافة إلى بعض الجنسيات الأجنبية التي لم تذكر وقبل قليل آننا أحد المصادر الخاصة أعلنت بأنه طبعا مقتل عشرة أشخاص في استهداف حي المزة لكن استخدام مكان الاجتماع ضمن المناطق السكنية أعتقد بحد ذاته هو ضمن نطاق عمليات التمويه التي تقوم بها ميليشيا إيران في اجتماعاتها من أجل تحديد الكثير من الضربات وذلك من خلال قراءة لبعض هبوط للطائرات القادمة من طهران باتجاه مطار اللاذقية بدلا من هبوطها في مطار ري حلب ودمشق الدوليين وبالتالي هناك مشروع للتمويه مشروع استراتيجي كبير تقوم به إيران للتمويه من أجل تجنيب الضربات الإسرائيلية من خلال استخدام هذا التكتيك أعتقد أو وفق رؤيتها تعتقد بأنه ربما قد تحيد الكثير من القادة من الاستهدافات لكن بنفس التوقيت إسرائيل أيضا لديها معلومات استخبارية ميدانية من خلال اختراقاتها داخل صفوف مؤسسة الحرس الثوري الإيراني وفيلاق القدس وكذلك أيضا قوات النظام السوري إضافة للمحاور هنا أتحدث عن حزب الله اللبناني كذلك أيضا ضمن محور عمليات ما يطلق عليه في فصائل المقاومة الإسلامية فكل شيء بات مخترقا من قبل الجانب الإسرائيلي لذلك نرى أن تلك الضربات النوعية الجراحية الموضوعية ذات هداف كبيرة جدا نتحدث عن قائد لجهاز الاستخبارات لفيلاق القدس الإيراني هذا يعتبر هدف استراتيجي كبير حقق من خلال تلك الضربة لكن ما تدعياتها أستاذ مصطفى؟ ما تدعيات إشهار إسرائيل لسلاح الاغتيالات في المنطقة؟ نعم ربما لو عرجنا قليلا على وسائل الإعلام العبرية أو الناطقة باللغة العربية منها نلاحظ أنه في غالبية العظمى تشير إلى أنه نحن قمنا باغتيال اليوم قائد جهاز استخباراتكم ما هي خطواتكم القادمة؟ أعتقد أن الخطوة القادمة ستتمثل باستهداف خواصر الرخوة بالتحديد يعني أعطاء الذريع لهذه المكونات باستهداف خواصر الرخوة إما عن طريق استهداف القواعد الأمريكية ونتحدث استراتيجيا وليس الرسائل السياسية ستستهدف الكثير من النقاط العسكرية التي تتموضع فيها الولايات المتحدة وتحديدا عندما نتحدث عن الحقول النفطية ومحيطها حقل العمر حقل كونيكو حقل انتقال باتجاه القواعد العسكرية نتحدث عن قاعدة خراب الجير أو مطار خراب الجير في الحسكة كذلك أيضا قاعدة التنف وصولا إلى الشريط المحاذي لضفة الفرات الشرقية كلها تعتبر أهداف استراتيجية بالنسبة لمشروع محور إيران وتحديدا لصواريخ كتيوشا كذلك أيضا مسيرات تستطيع من خلالها أيضا الضغط من خلال إطلاقها عبر منصات إطلاق متحركة تستطيع من خلالها لكن القدرة التدميرية في تلك الرسائل لا أعتقد بأن ستحصل هناك أي أضرار كبيرة على المحكور الأمريكي ومكونادي لكن سنلاحظ أيضا ارتداء لتلك الضربات في مناطق المعارضة السورية في شمال غرب سوريا